السلام عليكم ورحمة الله ازايكم متابعين الكرام عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير مصطفى شعبان هنتكلم عنه في فيديو النهاردة وايه سر تأخر زواجه وايه حكاية نسبه من الفنان الراحل يوسف شعبان اللي عانى كثير جدا من اثبات نسبه هنشوف تفاصيل كتير في الفيديو بس نصلى على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول مصطفى شعبان هو عمره 51 سنة ليه متجوزش لحد دلوقتي رغم وسمته انه يعني يملك حاجات كتيرة جدا تؤهله انه يكون مناسب لفتيات كتير هو موليد 1970 هو حاليا عنده 51 سنة درس اعلام في جامعة الكاهرة اول عمل مصرحي ليه كان بالعرب الفصيح سبب عدم جوازه انه هو ده حد قوله انه احب فتاة في دولة من اوروبا يعني حبا شديدا وانه لم يستمر الحب ده وفشل الحب وهو قال ان انا ما لقيتش الفتاة اللي استطيع ان شاركها حياة الشخصية وهو رافض تماما الجواز بالطريقة التقليدية هو عايز يتجوز من وحدة تكون متفرغة تماما ليه ومش بيشغلها اي شيء تاني او اي عمل اخر غير كده وهو عشان كده مش لاقي فتاة مناسبة للحاجات اللي هو محتاجها دي وكمان من ضمن اقويله يعني انه هو كتير جدا في حكاية اسبات نسبه كلنا عرفنا ان من بعد وفاة الفنان يوسف شعبان وهي موضوع بقى مصطفى شعبان ولما طالب بورثه وفي حد والده وطبعا السروة بتاعة يوسف شعبان اللي يرحمه يعني كانت اكتر من 100 مليون دولار وده فعلا ما ثبتة بعد وفاته وهو ليه جزء اكتر من 30 مليون فطبعا عينا كتير جدا ان هو عايز استرد حقه بس انا عتبت عليه انك لو هو والدك فعلا طبعا في دي ان ايه وفي حاجة كمان انك ممكن كنت تروح له قبل وفاته وتتكلم معاه وتسأله واسمعنا كمان اقويل بعد الوفاء انه اخته طردته من بيتها وانت ملكش حاجة وكلام كتير جدا حتى الان والكلام ده جعله انه هو ما يتجوزش لحد الان في اقويل في فترة ما طلعت عليه انه اتجوز الراكسة صفنار او صفناز لما كانوا بيعملوا مسلسل مع بعض بس دي كانت مجرد شاعة سخيفة يعني وهو كمان كان بيقول انا خلاص ممكن ما تجوزش تاني خصوصا ان بعد يوسف شعبان ما توفى وانا دلوقتي بعيني ومش هتكلم لحضراتكم كتير قبل كده يعني لما تكلم كمان في موضوع انا نجم ومشهور ومش محتاج خالص للجواز انا حياتي دلوقتي بكثفها لأعمالي وكلنا عارفين انه في الفترة الاخيرة بقى بياخد اعمال بطولة زي ابو جبل وابو البنات وحاجات يعني بقى لي اسم كبير طبعا مش هننكر بس كسنا والكلام ده ولكن الله اعلم فيه ايه في الخبايا المختلفة يعني وفيه كمان عدة خلافات موجودة حاليا بينه وبين اخواته على الميراز وانه قال لي انه تكتب ليه جزء من السروة وانه بيطالب بيها وانه اخواته مش موافقين انه هم يعطوه اي شيء وبقوله دي كان مجرد غلطة في حياة والدنا بجد من بعد وفاة الفنان يوسف شعبان والدنيا مش سكتة خالص على يوسف شعبان الله يرحمه دلوقتي هو في دين ربنا وربنا هو اولى به ولو هو عمل حاجة ربنا اللي هيحسبه ومش البشر طبعا لكن يوسف شعبان مصطفى شعبان لو عايز يسبت فعلا نسبه يمكن لو حضرتكم شفتوا الصورة دي واللي قبلها هتلاقوا نسبة الشبه كبيرة جدا بصراحة يعني حتى جدت الشبه كبير ناس قالوا يا جماعة ده مش ابنه هو بيعتبره بس ابنه الروحي يعني بمعنى انه ابنه في الفن وهو بيعتبر ان ده والده واخد مسيرته يعني في التمثيل وكلام من ده والكدوة بتاعته وكان بيطلق عليه آآ ابي او ابويا دايما كان بيقوله الكلمة دي وبقوله ان الناس التمست الكلمة دي وكمان وجوده في العزة وحالة انهيار شديدة جدا على يوسف شعبان من اول من كتب على صفحاته فالله اعلم في الخبايا فيها ايه لكن ان تتجوز وكده دي حياته هو حر فيها سواء تجوز او ما تجوز ربنا هو اللي هيكتب له الخياج زي ما قلنا هو موليد الف سمائة وسبعين عند واحد وخمسين سنة ربنا يا ربي بقى يدي له بنت الحلال اللي هو يستحقها وتستحقه ولو في حاجة على موضوع النسب دي تقادر جدا ربنا يعكس كل الامور وتبان كل الحقائق احنا لينا اللي موجود على الساحة بنحاول نتأكد من كل خبر وده الحاجات اللي فعلا توصلنا اليها في النهاية بشكركم جدا متابعين المحترمين على حسن المتابعة استنوا مني كل جديد شكرا جدا لوجودكم ولدعمكم واكد لحضراتكم من الاخبار كلها بإذن الله ما أصوك فيها سلام عليكم